وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بمشتريات محلية وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706 مليارات و 4 مليون جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجاك 30 بنسبة 15% ليغلق عند مستوى 10.163 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 بنسبة 85% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة وصعيد مؤشر إيجاكس 100 بنسبة 58% ليغلق عند مستوى 3.165 نقطة ترجمة نانسي قنقر